سبت النور سبت الفرح سبت ليلة عيد عيد القيامة والتحضيرات بتبتدي من الصباح رباح بنكون يدوبك راجعين من ليلة أبو غلمسيس يعني سهرانين في الكنيسة اليوم كله وقبلها الجمعة العظيمة وبنرجع البيت بنلاقي والدي رحمه الله شاكر شاكر جايب ليلة خروفين معاهم الضباح الخروف طبعا لازم يتذبح عشان نحضر تحضيرات العيد ليوم الحد والعشاء بتاعة ليلة العيد وكمان برضو ليشم النسيم والوصفة دي ذكريات أيام زمان في السودان في الخرطوم خمسة بصلات كبارقة تحتم شرائح والملحة لزوقهم ملحة كبيرة من ملح نص ملحة كبيرة من فلفل أسود ملحة كبيرة من البابريكا ملحة كبيرة من السمك وملحة كبيرة من البهارة التركي بيل بيبر بخة من خلة تفاح وملحة ونص كبيرة من دبس الرمان طالها تفصتهم وهنا شرائح من الشطة الحمرة وشرائح من الشطة الخضراء اللي هي الهالابينيو المخللة ممكن تعملوا الشطة الخضراء العادية ملحة كبيرة من الزبادي وملحة كبيرة من الصلطة بقلبهم وهنا حضيف ملعقتين كبار من زيت الزيتون وبضيف هنا الجداد نحن نقول جداد السودانين يا جماعة من غير الجلد وكان يعني خلاص يعني كنت نقعه في محلول الملح والموية والخل وصفيته وبطاطس من فوق فإحنا الخمسة بناتا وما بنلاقي الجزار كده ضبح الخرفان وبقوم بتناقر مع أمي يقول لنا داير الريصان تقول لي والريصان تخلي منتا تشيل جلد الخروف ما أمي بتحب تعمل الريصان يوم حد العيد وإحنا البنات بنقعد نساعدها في نظافة الكرشة ونحضر للمرارة والكمونية وكمان لحمة الشي السودانية البناكلة بعد ما بنرجع من الكنيسة وتعمل اليوم طبعا ومي بتعمل الضلع وتعمل الملوخية وكل الأكلات الفطارية وإحنا دخلنا الطبخة دي في الفرن قعدت معانا ساعة ونصفة قريبا ويا سلام اكتبوا ليه في التعليقات ديرين قصة شم النسيم ولا لأ لأنه كمان دي قصة تانية